مرحباً، مرحباً أولاً إلى مجموناعي Science and the Chemistry with Ms. Lamia اليوم سوف نتحرك نتحدثنا في المنطقة ولكن أولاً، تابعي إلى مجموناعي ونحن نذهب تحيا وتبقى في البيئة اللي هي عايشة فيها مش بس كده وكمان تتكاصر وتبقى ليها عيلة بعد كده اتكلمنا على البنجوين وقلنا إن الهابتت بتاعته الموطن طبعاً بيعيش في البولر كلايمت وربنا اداله إيه بقى عشان يقدر ادبتيشن في البولر كلايمت المناخ القطبي أولاً اداله دانس فاذر وداله thick layer of fat طب ليه to keep body warm علشان تحافظ على البادي بتاعه warm دافي ويما يسقعش وقلنا إن إحنا لما نيجي نبص على الليج بتاعت البنجوين هنلاقي إن رجلين البنجوين no feather وده طبعاً يخلينا نسأل how penguin feet stay warm إزاي رجلين البنجوين بتفضل warm طبعاً ده due to moving of blood in blood vessel حركة الدم فيه الأوعية الدموية فيه فطبعاً حركة الworm blood around بتعمل cycle around cold blood وبالتالي بتدفي cold blood فبتفضل رجل البنجوين بتاعتي دايماً دافية فده طبعاً due to moving blood in blood vessel بعد كده أخدنا بقى المفروض إن إحنا نبتدي ناخد في activity 3 ده بقي بقى الليسون إن أنا بياخد adaptation for survival التكيف من أجل إيه البقاء دول for animal المفروض إن أنا بياخد adaptation الصفات characteristics اللي ربنا اده لهم to adapt their environmental علشان أشوف إزاي إنهم قدروا يتكيفوا مع البيئة اللي هم موجودين فيها أول أنيمال عندي فهو polar bear وإحنا عارفين طبعاً إن الدب القطبي بيعيش في polar region في الأماكن اللي هي المناخ القطبي يعني طب بالadaptation ربنا ادقي لما نيجي نبص طبعاً هنلاقي إن جسمه كله متغطي بالfour والfour دوت لونه white طب ليه ربنا اداله الفور لونه white مش أي لون تاني قال لي علشان يقدر يعمل blend in snow يستخبى في التلج وطبعاً هو بيستخبى في التلج فيقدر يعمل sneak up يتسلل ليه البريي الفريسة فيقدر يأكل لأنه هو الفور بتاعه لونه white والسنو لونه white فلما يمشي بالروحة 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 ما حدش هيشوفه وبالتالي يعمل hunting ويصطاد البريي فهو blend in snow يعني hide in snow يستخبى في التلج كلمة blend هي كلمة hide تمام فيستخبى فيه ال-ice تمام and sneak up ويتسلل ليه البريي فيقدر يأكل ويعيش طبعاً كمان يعني الفرو بتاعه تقيل سميك طب ليه to stay warm علشان يفضل دافيان احنا في الشتاء لما نحب ان احنا ندفع بنلبس الجواكت تمام كده وبنلبس شرباته وبنلبس حاجات كتير جداً فربنا ادى البولر بير white for thick غليز ليه to stay warm علشان جسمه يفضل دافيان طب جميل جداً طب هل البولر بير بس لونه white لا دا فيه بولر بير كمان لونه black وبراون بس دول بيعيشوا برضو في البولر ريجن زي ما البولر بير اللي هو الوايت بيعيش في البولر ريجن لا قال لي لا قال لي الhabitat بتاعته اللي هي الفورست يعني البراون والبلاك بير دول عايشين في الفورست طيب ما نتوقعش بقى احنا كده فهمنا ليه بقى الفور بتاعهم لونه black and brown ما هو احنا لازم نبقى فاهمين حاجة ربنا لما بيدي الانيمال اي صفة فدي اكيد اكيدة علشان يقدر انه هو يستخبى وياكل ويدافع عن نفسه ما هو انا دلوقتي انيمال عايش في بيئة فيه كائنات مفترسة بتاكلني وانا كمان عايز اكل فلازم الصفات اللي ربنا يديها لي تكون مناسبة للبيئة اللي أنا فيها فلما يكون في الفورست والشجر بتاعها كبير والستم بتاعها كبير الجزع بتاع الشجر كبير فانا محتاج كبولر بير سوري كبراون او بلاك ان انا استخبى ورا الشجر علشان خاطر يا اما انا عايز هونتنج اسطاد ما انا بستخبى فلما تيجي الفريسة مش هتشوفني لان انا لوني لون الشجر تمام فاذا ربنا لما ادي البرون والبلاك بير الفور بتاعهم لونه بلاك اند براون فده عشان يناسب البيئة اللي هي الفورست اللي هو عايش فيها فيقدر يعمل ايه بقى الدارك فور بتاعه يعمل بي ايه هايد امانج تريز تو هانت ما هو انا بستخبى ورا الشجر علشان اصطاد واكل تمام كده يبقى ازا البولر وايت فور تمام تو هايد ان سنو تمام كده ان دي سنيك اب ايه بري وستاي ورمي كمان انا لازم ابقى دافيان اما بقى البراون والبلاك بير فبما اني عايش في الفورست اللي اشجرها كبير والوان الجزع بتاعها بني الشجرة بقى طبعا الجزع بتاعها بني الاستام بني والترانك بني بتاعها فانا محتاج طبعا ان انا ايه استخبى ورا الشجرة فلازم يكون لوني قريب من لون الشجرة فانا هاف دارك فور تو هايد امانج تريز تو هايد امانج ايه تريز بين الاشجار تو هانت علشان اصطاد وبالتالي سيرفايف لما اكل اقدر اعيش طيب كلام جميل بعد كده هو فيه غلطة بس في التركيم هو فيه غلطة بس في التركيم المفروض دي طبعا ثري وفور معلش عزرا طبعا دي بتبقى لنتيجة ان احنا عدلنا المنهج فطبعا يعني فيه هتلاقي ممكن بس اخطاء وردة لان المنهج طبعا اتعدل تمام فطبعا عندي بقى التالت حاجة نومبر تري هي الكراكل وطبعا دول بيعيشوا فين في الديزرط ما الفينيك فوكس ده عيش فين في الديزرط طب الديزرط دي لونها ايه دي لون الرمل يعني الديزرط فيها رمل والرمل ده لونه يالو يبقى اكيد الفور اللي هيبقى على الكراكل والفينيك فوكس هو طبعا هيبقى ساندي كالر تان التان ده اللي هو اللون المسفر شوية اللي هو لون الرمل يعني فالأدبتيشن بتاعه هاف ساندي كالر كالر دي تان فور ساندي كالر دي تان فور تو هل بدم لند اندرد علشان خاطر يستخبه في الصحراء طب ميس هم بيستخبه ليه ما احنا قلنا بقى تو كاتش بري عشان يصطادوا تمام او تو هايت فروم بريديتور او انا يا بستخبه علشان فريق حد ما حدش يكلني او علشان انا محتاج ان انا ايه اكل فاذا الكراكل اند الفانيك فوكس دول طبعا هاف ساندي كالر دي تان فور تو هل بدم بلند ان ديزرط واحنا بنستخبه ليه بنستخبه عشان هانت وكاتش ايه كاتش بري هانتنج اللي هو ان احنا نصطاد ونأكل طيب نمبر فور سان ديزرط لزرط بعض سحيالي الصحراء طب ما احنا عارفين طب او بيقولي ديزرط يبقى الهابتة بتاعتها ايه ديزرط زي الكراكل فوكس بالزبط طيب زي الكراكل والفينك فوكس طب الادبتيشن بتاعه قال لي احنا عارفين ان ديزرط الجسم بتاعها عليه سكيلز كشور عنده كالارفول سكيلز كالارفول سكيلز طب ليه قال لي علشان الليزرط الليزرط صغيرة فبتبقى بتستخبى بين الصخور فبيقولي ايه توهايد امانج كالارفور كالار فول روكس اللي هو الصخور الملونة اللي بتبقى في الصحراء وبالتالي تقدر برضو تعمل ايه هانت تصطاد وتاكل وفي نفس الوقت انها غايد فروم ايه بريديتور تستخبى لحد يجي ايه ياكلها يبقى انا عندي الكراكل فوكس وده هابتت بتاعته الديزرط هاف ساندي كالارد تان فور تو هالب ديم بلند ان ديزرط وعندي كمان اه الديزرط لزرط عايشة في الديزرط عايشة في الصحراء والأدبتيشن بتاعها كالارفول سكيلز قشور ملونة على جسمها توهايد امانج ايه بقى كالار فول روكس وبالتالي تعمل برضو هانت وهايد فروم بريديتور تستخبى من الايه من البريديتور اللي هو جاي يفترسها طب معنى كده ان انا عندي كونسبت مهم جدا اسمه كاموفلاج كاموفلاج الكاموفلاج وهو التخفي بيقول لي هو طيب of adaptation some animal used to hide الكاموفلاج هو نوع من انواع الادوبتيشن يعني نوع من انواع التكيف جميل جدا بيستخدموا الانيمال لسبب ايه بقى hide from their بريديتور يستخبى من اي كائن مفترس جاي يكلوا or their prey او يستخبى من فريسة عايز يكلها يبقى يبقى انا بستخبى ياما خايف حدي يكلني تمام ياما انا بستخبى علشان خاطر اكل تمام blend in surrounding يعني في التخفي في الوسط المحيط يعني بيستخبى في اي مكان في البيئة المحيطة بي يبقى الكموفلاج مين hide والهايد نوعين يا اما from بريديتور يا اما to catch prey علشان يستط يبقى الكموفلاج مين زهايد هو form او type of adaptation some animal used to hide from predator يعني اما لما استخبى خايف من البيديتور البيديتور ده الكائن المفترس او from او their brains by blend in a surround ده كده بالنسبة لنا lesson one ان شاء الله هنحل عليه هنزل حل شوية كم يعني exercise كده و كده يكون الحمد لله lesson one تم على خير يعني هنحل على طول دلوقتي ان شاء الله بحيث ان احنا نتعود على الحل عشان نكون طبقنا على lesson على طول طيب ده exercise on lesson one هو هنا بيقول لي the start ogama keep cool during hot sunny day in desert by ازاي هي بتحافظ على جسمها cool طبعا مش معقولة هتكون انها eating green vegetables وهي عايشة اصلا في desert دي اصلا فيها اكل فيها water كل حاجة في desert ندرة جدا يعني مش هلقيها بس يعني مش هلقيها طبعا ايه مالية الدنيا يعني مثلا eating green طبعا مش معقول drinking water مش معقول برضو ده احنا في desert secreting more sweet عرق برضو مش منطقي يعني انا هفرق احنا لما بنفرز عرق مثلا احنا ما بنتحرش لا هي بتعمل ايه زي انا زي ما احنا اخدنا find shaded area بتدور على مكان ضل تمام كده ايبا ده اول واحد adaptation help living organisms in all following characters except adaptation بتساعد living organisms في كل الصفات اللي قدامي دي ولكن فيه واحدة هنا دايما نتعلم ان except احنا بنختار الكلمة اللي ملهاش علاقة بالموضوع انا دلوقتي adaptation to survive طبعا انا بتكيف عشان عيش وابقى reproduction التكاثر طبعا hiding ما هي دي نوع من انواع adaptation حان hunting استاد امه الكلمة اللي ملهاش علاقة مش معقولة ان انا يا جماعة بتكيف علشان ده اموت ولا ما يبقاش ده تكيف انا كده اتحطت في المكان الغلط فaccept انا بختار الكلمة المختلفة بنجوين لفين بولر كلايمت ويتش طبعا كلمة بولر تعني الحاجة او المكان ال فلما يجي يقول واحد من احر الاماكن فطبعا ده مش مظبوط طبعا كلامك صح هو مكان من اسقع الاماكن على الارض يتكيف عايزين دايما احنا بنحل نركز على الكلمات المهمة انا بقول يعني في المناخ القطبي يبقى لازم ادور على الحاجة اللي تساعدني ان انا عيش في المكان السائع اول حاجة قال لي هو جسمه متغطي بالجلد غلط طبعا جسمه متغطي بالفور سوري بالفيدر ايوة بس انا عندي مشكلة هو بيقول لي only only دي معناها فقط طب احنا لما خدنا البودز بتاعة البنجوين كان بس بي الفيدر لأ طبعا كان عنده كمان على ما اسكر عنده thick layer افات هو هنا بقى جايب لي thick layer افات وبردو كاتب لي only غلط انا لازم اجمع على اتنين مع بعض فلما اجاب بص بقى على دي هقول ايه their bodies covered with dense feather and thick layer اه انتي كده الاجابة الصحة الحل سهل هو مش محتاج اي حاجة مرة على مرة هنبقى شطار طيب البنجوين فيت warm blood vessel wave around the cold vessel البنجوين فيت هو بيقول لي warm around the cold يعني عاملة cycle طبعا كلام مظبوط يعني طبعا هو هنا بيقول لي warm blood vessel wave around the toes طبعا الكلام ده مش مظبوط الwarm حوالين ال cold فطبعا هي الاجابة المنطقية هي اول واحدة طب البنجوين فيت have blood vessel that bring بتاخد ايه up from its feet ال warm blood ال warm blood its feet toward its body تمام طب the presence of thick white ربنا ادى thick white four اللي مين adaptation in thick white four is an adaptation in مين اللي عنده thick white four star the ogama دي اصلا عيشة في الهين في الديزرت بولر بير ايوة هو اللي عنده ال white four عشان يعيش في البولر ريجن and hide to a to catch a prey sorry bears that live forest have four that of بولر يعني بيقول البير اللي عايشة في الفورست that بولر بير اللي عايش في الغابة ايه بالنسبة ليه فرو او الفور اللي الدب اللي عايش فيه البولر white معناها ان اللي عايش في الفورست لونه white غلط طبعا اماليا ميس لأ darker اغمق ليه to hide among the trees علشان يستخبى بين الاشجور واضحة كده طيب نكمل نشوف اللي بعده phoenix fox and the crackle have to blind with desert land escapes عشان يقدروا يستخبوا في ال desert اللي هي ال desert لونها ايه دي فيها رمله والرمل لونه sandy او لونه يالو او لونه tan يبقى ايزا colorful skills طبعا هو اصلا جسمه مع الوش قشور ده اسمه عليه four تمام thick white four ازاي وانا اصلا عايشة في ال desert طيب sandy color feather شوف حتى انا كنت اخترها وهي غلط انا كنت لسه اختر sandy color بس كاتب كلمة ايه feather طب ما هي مش feather امال هي ايه four طيب desert lizard have that make them hide among color four rocks in the desert desert lizard عندها ايه عشان تقدر تعيش between الروكس عندها tan four هي ما عندهاش four اصلا عندها colored scales كشور ملونة ايوة الكاموفلاج means يعني لي ايه الكاموفلاج اقول عليه ايه قال لي الكاموفلاج احنا قلنا انه هو hide طب معنى كده نوا بيقول لي ايه لو انا عملت كاموفلاج means that animal معناها لي الانيمال ايه انه can be seen easily يعني قدر اشوفه يعني بسهولة it's hard to be seen صعب اني ما شفوش او صعب اني اشوفه يعني it's easily to be seen سهل ان انا اشوفه طب انت عملت كاموفلاج ليه لما انا سهل اشوفك واخدين بالكو can be seen easily يعني انا سهل اشوفك برضو طب انت عملت ليه اصلا كاموفلاج لا لا it's hard انا صعب اشوفك طالما عملت كاموفلاج لانك عملت hide انت استخبيت which following bird more difficult to be seen from birdator او seen by birdators مين اللي صعب من التور دي الامثال الادامي دي ان انا اشوفها من birdator red bird يعني birdator واقفة هو كائن مفترس مين من دول صعب ان هو يتشاف red bird on green tree طائر احمر على على شجرة خضرة ولا blue bird in green tree ولا yellow bird in green tree ولا on green tree اكيد اللي لون التري مش انا صعب اشوفك لو انا bird لونها اخضر واقفة على شجرة خضرة مستحيل ان انا هشوف ورقة العصفورة صعب كده لازم اركز تمام ده كده يعني شوية حل صغير كده على اللي احنا خدناه وطبعا احنا حلينا برضو give reason والwhat happen مع بعض وان شاء الله اشوفكم السيشن الجاي ما تنسوش تعملوا subscribe ودايما تتابعوا كل جديد اي حاجة اي سؤال عايزيني اجاوب لكم عليه ابعثوا وانا ان شاء الله هجاوب سواء على الواتساب او على اليوتيوب او على الفيسبوك واشوفكم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله